موسيقى موسيقى أهلا أحبائنا ومشاهدين في كل مكان حديثنا في هذه الحلقة موضوع في غاية الأهمية من هو الآب السماوي؟ توجد أفكار كثيرة مغلوطة عن الآب توجد إساءات فهم كثيرة عن هذا الموضوع فالسؤال كيف يقدم الكتاب المقدس موضوع الآب السماوي؟ كيف فهم يسوع هذا التعبير؟ وكيف فهم التلاميذ والرسل الأولين هذه العبارة؟ وكيف يفهم أو يعرف الكتاب وحي الكتاب في هذا الموضوع موضوع الآب السماوي؟ إنها واحدة من العقيدة الأساسية الرسمية في المسيحية أنا بدعوك اليوم حتى تشاهد هذه الحلقة في هذه الحلقة مش رحين نركز على التعابير اللهوتية العميقة ولكن رحين نتكلم عن أبونا السماوي من ناحية عملية تطبيقية من ناحية العلاقة والشركة الحميمية مع الآب ومع الإبن الرب يسوع المسيح أنا بدعوك حتى تشاهدوا هذه الحلقة رح تكون سبب بركة لحياتك ابقوا معي سأعود بعد هذا الفاصل القصير بركة للرجمة نانسية أعرف على استعادتات المسيح سوف أعرف على استعمال أعرف على استعمال آمن أعرف على استعمال سوف نحن من القصير ة تنظ inne إن المسيح تنظم سوف نحن إش мал حساس من هو الآب السماوي أهلا أحبائنا مشاهدينا مرة أخرى أنتم تشاهدون برنامج ليكن نور على القناة الفضائية قناة الحياة المسيحية من هو الآب السماوي خليني أبتدي في بعض الأفكار المغلوطة أو التي يساء فهمها من العديد من الناس أول يعني إساءة فهم أنه في هذه الأيام طبعا وبالتحديد في هذا العصر ولسيما الأيدنتي الهوية عم تتغير في كل مكان وبالذات في شمال أمريكا وصار البعض طبعا يقترح الفكرة هو الله مذكر أم أنثى ولماذا إذا قلنا الله بصيغة المذكر هل الله متعصب ضد النساء وهل هذه الفكرة صحيحة أو متحيزة نوعا ما أحبائي خلينا أقول في البداية أن الله بصيغة المذكر هذا لا يعني أنه مذكر أو أنثى ليس المقصود الذكرية لأنه إحنا في مجتمع شرقي يعيش في طبعا في مشكلة الذكرية أنه كل شيء يعني الرجل كل الاهتمامات وكل الامتيازات له ولكن الكتاب واضح الله روح الله روح فصعب أنك تحدد الله بصيغة مذكر أو مؤنث فإذا فكرة الله لأنه حتى للأسف بعض المسيحيين عاوزين يغيروا في الكتاب يذكر مثل الاسم بصيغة أنه طليق للذكر والأنثى أيضا ولكن اللغة الأصلية سواء في اللغة العبرية أو في اللغة اليونانية طبعا الترجم لاللغة العربية الكتاب واضح جدا في تعبيره فإذا الفكرة أنه الله لا تميل لجنس معين مثلا كتير بصور أنه الله رجل عجوز وقار عنده لحية بيضة كبيرة الكتاب المقدس يذكر عن الله كآب وليس كأم إطلاقا البتة دايما يذكر الكتاب أنه الله آب إلا أن أحيانا في تشبهات معينة عن الله فمثلا الرب يسوع شبه موضوع يعني الله بالدجاجة فمثلا عندما رث على أورشليم وقال أورشليم يا أورشليم يا رجمة الأنبياء والمرسلين كم مرة أردت أن أجمعك كما تجمع الدجاجة في راخها ولم تريده ولم تريده فإذا بيشبه عن الحماية والحفاظ كما أنه الدجاجة تحمي الفراخ تحت جناحيها أحيانا بيتكلم عن المحبة الحزينة يعني عندما بكى على أورشليم أنه دايما عاوز يجمعها ولكن عصت وكان عندها مشكلة عدم الإيمان مثلا بسفر التثنية إصحاح 32 مكتوب عن الله أنه ولد إسرائيل أو إسرائيل ابني البكر في عامس أيضا ثم الآب أحبائي هو إله شخصي حقيقي قريب على عكس الأصنام والأوثان ودايما بالذات في العهد القديم بتشوف المقارنة بين الله وبين الأصنام اللي نحتوها وشكلوها اللي ما بتتكلم ولا بتشوف ولا بتسمع ولا تبصر إلى آخرها بينما الله هو إله شخص حقيقي قريب يتواصل معنا بشكل مهم ندعوه أبا نسبة إلى العلاقة الحميمية وهذه العلاقة سواء الآب مع الابن الرب يسوع عندما قال الرب عدة مرات أو على الأقل ثلاث مرات هذا هو ابني الحبيب الذي به سررت قيلت هذه العبارة من الآب في معمودية المسيح وعلى جبل التجلي وأيضا أحبائي في إنجيل يحنى فإذا تعبير عن التميز والتخصص ليسوع المسيح فالمسيح هو الابن الوحيد أو ابن محبته ولكننا أبناء الله بالتبني بسبب إيماننا في شخص الرب يسوع المسيح ثم في العهد القديم يعني الآب يتكلم في سفر ملاخي يقول فإن كنت أبا يعني تدعوني أب في العهد القديم فأين كرامتي وفي إشعياء يقول والآن يا رب أنت أبونا بغض النظر شو عملنا أخطأنا ابتعدنا ولكن الحقيقة أنت أبونا ثم يقول في إشعياء يعني على التشبيهات وهل تنسى الأم رضيعها ابن بطنها فهون تشبيه الله يعني بالأم الحنونة أو بمحبة وحنية الأم التي تشفق على ابن بطنها على رحمها فبتشبه الله ويقول حتى هؤلاء ينسين أما أنا لا أنساكم محبة الأم ثم في ملاخي صاح 2 وآية 10 النبي ملاخي أليس آب واحد لكلنا أليس إله واحد خلقنا فإذن من هون نشوف أحبائي عندما يذكر بصيغة المذكر هذا لا يعني الذكرية ولا يعني ذكر أو مؤنث فالله أبعد وصعب تتصور الله بكلمات محدودة شيء تاني أو إساءة فهم تاني عندما نقول الآب والابن لا نقصد فكرة المرتبية ولا نقصد فكرة الأسبقية يعني في ناس تقول لك آه في بدع اللي بتقول لك أنه الله ظهر في العهد القديم كآب في العهد الجديد كإبن ولما صعد يسوع إلى السماء كروح قدس لا الله إله واحد ولكن كل أقنوم متميز جوهر واحد طبيعة واحدة لهوت واحد في ثلاث أقانيم الله له وجود ذاته ناطق بكلمته فالمسيح كلمة الله وأيضا حي بروحه وهذا مقبول عند كل البشر مقبول عند الناس اليهود الذين أكثر شعب في العالم يؤمنون بالوحدانية لم يعترضوا على هذا اعترضوا على يسوع عندما قالوا وأنت إنسان تجعل نفسك إلى هذا الاعتراض اللي كان ولكن مفهوم أنه هذه تسمى الوحدانية الجامعة كما أنه الإنسان جسد ونفس وروح بس هو كيان واحد هكذا الثالوث القدوس فلا نقصد فيها مرتبية معينة شخصية أعلى من شخصية هم واحد في الجوهر ولا نقصد الأسبقية أنه الآب صبق الإبن لا لا الابن مع الآب قبل الأزل قبل تأسيس العالم كما يقول الكتاب المقدس خلينا أضيف إساءة أخرى عادة في الشرق الأوسط مع أنه في كل حلقة وفي السوشال ميديا مشروحة وواضحة عزيزي أخي أختي من فضلك اتأكد من الموضوع لا يوجد مسيحي واحد في العالم يؤمن بالشرك فالمسيحية ترفض رفضا باتا الشرك بالله حاشى هذا الموضوع فمن الغباء حتى أنه نوصل إلى هذا الحد من الاتهام بدون ما تتعب نفسك هو أسرع دائما أقول أسرع طريق للهجوم هو أنك ترمي كلام حتى الدافع هو عن إيه بالدافع إذا أنت ديانتك هشة وبيتك من زجاج فأنت بتحاول تلقي حجارة على قلعة حصينة هذه مشكلتك لكن أنا أؤكد لك نحن نؤمن بإله واحد آب ضابط الكل نقطة سطر جديد نحن نؤمن بالله الواحد ثم أحبائي خلينا أوضح فكرة تانية طالما انفتح الموضوع عندما نقول الآب والابن لا تفيد التناسل الجسدي فالسؤال ليه بتكرر العبارة وكأنها تناسل جسدي أوليس هذا عيبا عليك إنك تتهم مسيحية بتفوقها وعمقها وكتابها وشخصها وكتابها يسوع أعظم معلم يسوع أعظم صانع معجزات يسوع معجزة أخلاقية لم يفعل خطية أوليس عجبا إنك بتتهم المسيحية بالشر عزيزة بأكد لك عندما نقول الآب أو الإبن لا تفيد التناسل الجسدي فنحن نؤمن الله لم يلد ولم يولد الله ليس له صاحبه وعلى فكرة تفكير بهذا الأمر عن الله تعتبر إهاني أولاً لأله تعتبر إهاني لكل الشعب المسيحي عندما ترددها أن تكررها ورددها ولكن لا تطبق هذه الآية على المسيحيين من فضلك رددها كما تشاء ولكن حاشا هذا الأمر أنه يقال عن الله أنه تناسل الجسدي وأن لله صاحبه بالنسبة إله وبالنسبة لكل المسيحيين هذا يعتبر تجديف على الله وإهاني لأله وهذه تعتبر خطية خطيرة جداً تقودك إلى الجحيم مجرد أنك تكرر هذه العبارات عن المسيحيين فالله منزه عن هذه الأمور بل هو أعلى من أن تحده بعقلك المحدود فإذاً بحب أكدلك أنه الله ليس ذكراً أو أنثى فالله لا نهائي لا محدود صعب أنك تفهمه أو تستوعبه بالعقل إلا ما أعلن فقط في الكتاب المقدس عن طبيعة وصفات الله في هذا الكتاب العظيم والشيء الثاني لا تفيد المرتبية أنه الآب أعلى من الإبن أو الإبن أعلى من الروح القدس أو الأسبقية والشيء الثالث لا تفيد التناسل الجسدي حاشا لله هذا الأمر مفروض رفضاً أباتاً وبالنسبة للمسيحية إهانة لأله إهانة للشعب المسيحي وإهانة لنفسك أص آية يعني لما بتكرر هذه الآية وبترددها عدة مرات وإنت عارف في قرارة نفسك نحن لا نؤمن بهذا نؤمن بالإله الواحد اللي أعلن عن ذاته أن الآب له وجود ذاته الإبن هو كلمة الله الكلمة الناطق ناطق بكلمته والروح الروح المحيي هو روح الله القدوس فإذن حي بروحه وهذا ينطبق ومفهوم لكل الناس شيء آخر أحبائي وبكررها مرة تانية نحن نؤمن بإله واحد ضابط الكل الخالق والمهيمن المالك والمسيطر الحافظ وطبعا هذا الخلق من خلال يسوع المسيح الذي به وله خلق الكل ما في السماوات وما على الأرض إخوتي وأخواتي نحن نؤمن بإله واحد الذي يسمى أبو الأرواح بحسب كلمة الله الفكرة أننا أبناء الله هي فكرة على فكرة مريحة مش غلط لأنه إذا أنت أردت أن تصور الله إيه الإصطلاح اللي بتحب أنه يعني اتقرب أنك تفهم كلمة الله ألا تعتقد عندما نقول أنه الله أبانا أبونا أنه الفكرة جميلة أنه الفكرة حلوة أنه الفكرة مريحة أنه الفكرة بتعطينا القوة تعطينا التشجيع الفكرة نفسها معزية بتعزينا أنه الله أبونا واو هذا الإله الخالق كل الأكوان نحتاج إلى مليارات من السنين الضوئية حتى بس نفهم الكواكب ولكن يهتم يقول كتاب أنه شعر من شعور رؤوسنا لا تسقط بدون إذني أليست هذه الفكرة مريحة أنه هذا الإله العظيم القدير القادر على كل شيء بيهتم فيه أنا شخصيا وبحبني أنا شخصيا أنها فكرة تعطي التعزية وبتقودني إلى حياة الرجع توضيح آخر الله هو إله شخصي وليس إله بعيد وليس إله قاسي أو منتقم أو متكبر أو مكار وليس هو إله فقط عاوز أن يرسل الناس إلى الجحيم وليس إله فقط يهدي أو يضل فالله يحب الإنسان ولكن للأسف دبر كل الخلاص ومع هذا الإنسان يقود نفسه بنفسه إلى الجحيم وعندما أقول إله شخصي الكلمة أنثروبوس يعني اللي بتتكلم عن أنثروبومورفيك هذه الفكرة من اللغة الأصلية اليونانية اللي هي كيف بدأ أفسرها في العربي أنثروبومورفيك مش عارف صراحة بس هي فكرة تجسيم يمكن توضحها تجسيد لفكرة الله تجسيم مجسم يعني الله غير محدود الله روح يقول عنه الكتاب مال السموات والأرض فكيف تحدد الله بشوية التراب الموجودة هون فمن خلال كلمة الله منستخدم تعبيرات اللي نفهمها لما منقول أنه الله يرى أنه عنده عيون لما الله بيسمع عنده أذان الله عنده أيدي بيعمل الله مثلا استوى على العرش الله موجود على العرش إلى آخره كلها تعبيرات اللي جاءت من الكلمة المجسم أو التجسيم الله في لغة بشرية لغة إنسانية لأن أفتر أول بعد الكل أنه اللغة محدودة والتعبير محدود فكيف للمحدود أن يفهم اللي لا محدود وكيف للإنسان يعني الفعلا أرضي أن يفهم السماوي ألم يقل يسوع لنقديموس معلم الشريعة معلم اليهود إن كنت أتكلم بالأرضيات لست تفهم طب لو تكلمت في السماويات إشي فوق مستوانة يوم من الأيام معرفش قديش منستخدم الآيكيو أو العقل ممكن المكسيموم الزكاء عشرة ممكن واحد يصل إذا كان فلتت زكاء أو شعلت زكاء يمكن يصل المكسيموم لخمسة عشر معرفش إذا فيه أكتر من هيك أنا بالطبع أقل من عشرة ولكن بالسماء رح نكون كاملين نفهم كتير أمور اللي ما فهمناها على الأرض فرجاء عندما نتكلم عن الموضوع لا نقصد يد ولا رجل ولا أنف ولا عين ولا سمع هذي كلها تعبيرات تجسيم عن الله في لغة محدودة ولكنها مفهومة بالنسبة إليك ولا إلي نحن مرة شئ تاني نحن أبناء الله لكن المسيح هو ابن الله الوحيد وواضح بالتعبيرات في اللغة الأصلية ولكن لأن اللغة العربية محدودة في ترجمة اللغة اليونانية فالمسيح ابن الله الوحيد أو ابن محبته فالمسيح قال عن الآب السماوي من رآني فقد رأى الآب قال أيضا أنتم تؤمنون بالله فآمنوا به دائما بيسألون أحباء المسلمين أين قال الله أنا الرب أعبدون يسوع يقولها بالسان أنتم تؤمنون بالله فآمنوا به مين اللي بيتجرأ بصراحة خلينا نكون واضحين وحقيقيين بشفافية ومصدقية من الذي يجرأ أن يقول أنتم بتأمنوا بأله أمنوا فيه ما حد إلا إذا لم يكن هو الله فالمسيح هو الله أحبا قال يسوع ينبغي أن أعمل أعمال أبي ما دام نهار فإذن المسيح جاء ليعمل أعمال الآب أعمال الله ثم في موضع آخر يقول أعمال 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 أبي في يحنى عشرة لكي تؤمنوا أن الآب فيه وأنا فيه مرة تانية الآب يحب الإبن وقد دفع كل شيء في يده كما أن الآب يقيم ويحي وكذلك الإبن أيضا من يتجرأ على فكرة أن يقول هذه العبرات خلينا صارحين لكي يكرم الجميع الإبن كما يكرمون الآب الذي أرسله واو مين أي نبي يتجرأ يحكي هذه الكلمات مرة أخرى إكرام الآب إكرام الإبن ثم أحبائي كما أن الآب له حياة في ذاته كذلك أعطى الإبن أيضا أن تكون له حياة في ذاته فإذا منشوف علاقة الآب بالإبن هنا يسوع مساو للآب كل من ينكر الإبن ليس له الآب واضح ليس له الآب أيضا ومن يعترف بالإبن أي بكلمة الله يسوع المسيح له كل المجد فله الآب أيضا فإذا يسوع مساوي للآب كان وسيظل دائما مساويا لله الآب ولكن بالتجسد أخلى نفسه أخذ صورة عبد صار يمشي بين الناس عطش جاع تعب أكل كان بيتحرك من مكان إلى مكان يعني صار إنسان كامل بكل معنى الكلمة معدى الخطي لأنه الوحيد هو الكامل حتى يكون الذبيح الأعظم الذبيح الكاملة النهائية عن كل البشرية فبالتجسد انتبه لأنه كتير من أحبائنا بسيء أو مش بسيء مغردا بيقرأوا الآية نقصة وعدة مرات من وضح منقول لا تقرأ الآية نقصة شو بيعمل كتير من أحباء المشاهدين على السوشال ميديا بيقتبسوا جزء من الآية ولكن ليست كل الآية مرة تانية المسيح في التجسد كان خاضعا للآب 26 مرة في إنجيل يحنى مكتوب أنه جاء يسوع ليتمم مشيئة الآب يحنى 4 34 طعام أن أعمل مشيئة الذي أرسلني وأتمم عمله في يحنى 6 نزلت من السماء لا لأعمل مشيئة بل مشيئة الذي أرسلني وهو في بستان جتسبان عن بصارع عن بجاهد في الساعات الأخيرة قال قال يا أبتاه إن أمكن فلتجز عني هذه الكأس ولكن لتكن لا إرادة بل إرادتك ينبغي أن أعمل أعمال أبي ما دام نهار وهذه الحياء الأبدية أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي أرسلته بس ما توقف عند هاي الآية كتير بيقتبسوها من أحباء المسلمين طب ليه ما بتقرأ الآية اللي بعديها واللي بعديها آية أربعة يحنى 17 العمل الذي أعطيتني قد أكملته اللي هو عمل الفداء والآية خمسة والآن أيها الآب اسمع منيح مجدني بالمجد الذي كان لي عندك بالمجد الذي كان لي عندك قبل كون العالم شفت أخي أختي فإذن المسيح أخلى نفسه آخذا صورة عبد صائرا في شبه الناس وإذ وجد في الهيئة كإنسان وضع نفسه وأطاع حتى الموت موت الصليم لذلك بعد ما أكمل الفداء بجدارة رفعه الله وعطاه اسما فوق كل اسم لكي تشثب اسم يسوع كل ركبة ممن في السماء ومن على الأرض ومن تحت الأرض ويعترف كل لسان أن يسوع المسيح هو رب لمجد الله الأب عندي لك نصيحة اعترف بيسوع اليوم واجهه كمخلص قبل أن تواجهه كديان لأن الكتاب يقول وعيناه كلهيب نار من يستطيع أن يحتمل مواجهة يسوع المسيح فالمسيح في كل حياته وبخدمته كان خاضعا للآب لكنه أخلى نفسه وعندما يكمل الكل في مجيء التاني بعد ما يخضع الابن بيخضع نفسه حتى يكون الله الثالوث يعني الله الآب والابن والروح القدس يكون الكل في الكل لما جاء اليهود وكانوا بيحاربوا يسوع المسيح الرؤساء الدين أقصد والمتدينين قالوا لأنه لم ينقض السبت فقط بل قال أيضا أن الله أبوه معادلا نفسه بالله تعلمنا بالتفسير أحبائي أنه لما تيجي تفسر شيء أولا مبادئ التفسير أي المقصود من العبارة شيء تاني كيف فهمها السامعين اليهود اللي كانوا بيسمعوا يسوع شو فهمه من هذه الآية الشيء التالت أي العدات والتقاليد أو الأقوال اللي كانت متابعة في تلك الأيام لفهم هذه الآية فالأي واضحة قالوا أيضا أن الله أبوه معادلا نفسه بالله كان مفهوم الفكرة الأبوة بالنسبة لليهود مفهومة ولكن اللي كان صعب يستعبوه يسوع وهو عم بيكلمهم وبشوفه معجزات قالوا إن الله أبوه معادلا نفسه بالله ألم يقل يسوع الذي رآني فقد رأى الآب في كولوسي لصح الأول والآية خمسة عشر مكتوب يسوع صورة الله الغير منظور الأيكون طبق الأصل فالمسيح هو الإنعكاس المنظور لله الغير منظور ألم يقل الكتاب أيضا الذي وهو بهذا مجده ورسم جوهره يعني التعبير الإله ورسم جوهره وحامل كل الأشياء بكلمة قدرته بعدما صنع بنفسه تطهيرا لخطيان جلس في يمين العظم صائرا أعلى من الملائكة بمقدار موارث اسما أفضل منهم فهو الإنعكاس المنظور لله الغير منظور مرة تانية في يحنى عشرة عم بحاول يثبت لليهود إن هو الله قالوا له فإنك وأنت إنسان تجعل نفسك إلها لو لو قلنا إن المسيح إنسان جعل نفسه إله حقا هذا تجديف ولكن الله يختار أن يتجسد من خلال الكلمة في بطن المطومة المطوبة القديسة مريم العذراء هذا أعظم حدث أن الله يتخذ جسد وهل الله القادر على كل شيء ألا يستطيع أن يتخذ جسدا ألا نقول أن الله تكلم في الجبل أو تكلم بنار في العليقة التي كانت تحترق وليه هل صعب على الله أنه يكون يخذ جسد مع أنه اللهوث ما للسماء والأرض وكل الأكوان فالله غير محدود أخذ جسد من أجل الفداء وهذا يقودنا إلى الشكر والعرفان والامتنان للرب يسوع في يحنى 8 يقول وأنا إنسان قد كلمكم بالحق لأنه ابن الإنسان الكامل ولكن في نفس الإصحاح قال قبل أن يكون إبراهيم أنا كائن عزيزي لا تقتبس آية ناقصة كون صادق مع نفسك عندما تقتبس آية ناقصة فأنت مغرض عن لؤم أو جهل أو لسبب ما بتدافع كأنه ما عندكش القدرة إنك تدافع فبتروح عامل كذب إنك بتقتبس نص الآيات وهذا إشكال كبير وعيب في موضوع الفهم اسأل اسأل الذين يقرؤون الكتاب ثم أحبائي واضح إنه في طيتوس لما بيتكلم عن الله المخلص الله شخص واحد بيتكلم عن يسوع المسيح أحبائي ابقوا معي سأواصل حديثي بعد هذا الفاصل موسيقى موسيقى أهلاً أحبائنا مشاهدينا من هو الآب السماوي قبل ما أبتدي أنه أكمل هذا الموضوع اللي هو موضوع بصراحة كبير كبير أنا عم باخد فقط مقتطفات خليني أخد مكالمة من يوستينا من شمال أفريقيا أهلاً وسهلاً أخت يوستينا أنت معانا على الهوى سلام المسيح حضرة القسيس أهلاً بك سلام المسيح معك أخت يوستينا شو رأيك بالموضوع أخت للمشاهدين وأتمنى يكون الموضوع مفيد بالنسبة لهم السؤال هو كيف الآب على العرش والمسيح على الأرض متجسداً ومع ذلك هم إله واحد ما هو عمل الآب سؤال كتير كتير حلو أخت يوستينا أنت ذكرت أن الآب على العرش والمسيح على الأرض وخليني أقتبس آية وحدة يمكن رح يعني تفهمه أو تدركه إيه اللي إحنا بنتكلم عنه في يحنى إصحاح 3 يسوع المسيح على الأرض عم بيتكلم مع رئيس اليهود واحد من مجمع السنهدرين أعلى مجمع أو تشريع لليهود اللي بيتألف من 71 70 مع رئيس الكهنة 71 في آية 13 آية واضحة جدا مكتوب عم بيحكي لنقوديموس اللي عم بيحكي معاه على الأرض بآية 12 إن كنت قلت لكم الأرضيات ولستم تؤمنون فكيف تؤمنون إن قلت لكم السماويات وليس الكلام وليس أحد صاعد إلى السماء إلا الذي نزل من السماء لحظة الكلام ابن الإنسان الذي هو في السماء عم بيتكلم مع نقوديموس مرة تانية يعني في ناس الرب أصعدها يعني مثل أخنوخ بس ما نزل إلي صاعد في مركبة نارية بس ما نزل لكن شوفي واضح عن يسوع المسيح وليس أحد صاعد إلى السماء إلا الذي نزل من السماء ابن الإنسان الذي هو في السماء عندما يكمل المسيح العمل وعدة آيات جلس في يمين العظم صائرا أعظم من الملائكة بمقدار ما ورث اسما أفضل منهم عدة آيات تتكلم عندما أكمل المسيح رجع إلى المكان الأولى مرة تاني أختي ستينا عندما نتكلم عن الله فالله غير محدود بالمكان أو الزمان هاي الكرة الأرضية اللي احنا عايشين فيها محدودين بالزمن ولكن الله غير محدود هو فوق الزمن خارج عن نطاق الزمن هو غير محدود ولكن مثل ما ذكرت هي تجسيم تجسيد لبعض الأمور ندركها عندما نقول جلسة في يمين العظمة شباخة كرسي مثل ما أنا جالس على الكرسي وخلاص كأنه ملك وقعد لا هو مال السماوات والأرض وكل الأكوان يعني الرب يسوع قال حيثما اجتمع اثنان أو ثلاثة باسمي هناك أكون في الوسط خيلي كم من الملايين الاجتماعات اللي بيجتمعوا كل يوم ويسوع حاضر في كل الاجتماعات في الصين في اليابان في نيوزيلاند في أستراليا في جنوب أمريكا في كل مكان موجود غير محدود ولكنها تعبيرات عن عظمة الله وعن إكمال عمل الفداء الكامل فطبعا ذكرنا أنه هذا الشيء اللي جاء من أجله يسوع المسيح أحبائي كلما عرفنا الآب السماوي نتشبه في الآب يسوع صلاته أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي أرسلته وكلما زادت معرفتنا طبعا مش مثل الأصنام وأنا أتأسف على الناس اللي بتعمل أصنام وبتبوص الأصنام وبتقبل الأصنام وبتصلي للأصنام الرب موجود في كل مكان مالء السماء والأرض أحبائي ثم الرب يسوع قال لو كنتم عرفتموني لعرفتم أبي أيضا من رآني فقد رآ الأب بتعرفوا أحد من القصص العجيبة استفانوس الشهيد الأول وعم بيرجمه استفانوس ولكن كان غير مكترس للحجارة اللي عم بتنهال عليه بتعرفوا ليش مكتوب فراء مجد الله ويسوع قائما عن يمين الله فإذن لما المسيح الأرض هو موجود في السماء ولكن عندما أكمل عمل الفذاء هو قائم عن يمين الله هذه المكانة والشرعية اللي بيستحقها الرب يسوع المسيح الله أبونا نفهم هذا التعبير عن طريق الروح القدس الله أبانا لأنه غفر خطيانا لأنه وهبنا الروح القدس الساكن فينا لأنه يحبنا ومحبة أبدية أحببتك من أجل ذلك أدمت لك الرحمة وعندما يعني يسوع كان بنادي على الآب آبا الكلمة العبرية يعني بالعربي بابا أو يابا بالزبط هي نفس الكلمة العبرية أو الأرمية وأنا بتتكلم عن الكلمة الحميمية القريبة يعني في تفاعل بالكلمة في محبة في في تواصل في شركة علاقة حميمية شيء طبيعي أنه الأبن يحب الآب ولكن الله أبونا واحدة من التعبيرات اللي كانت تستخدم يا أبا الآب لهي آبا أو بابا فإذن نستطيع أن نستنتج أن المسيح كامل تام في الألوهية ولا ينقص شيء فيها أحبائي فإذن من يرفض يسوع المسيح كإله ومساوي الآب يكون مذنبا بأعظم خطية وهي رفض كلمة الله الله مش بس يعني أبونا بحبنا غفر خطيانا وهبنا الروح القدس وقبلنا أما كل الذين قبلوه أعطاهم سلطانا أن يصيروا أولاد الله أي المؤمنين باسمه صرنا أولاد الله بالتبني واحد من الآيات الجميلة ولكن لما جاء ملء الزمان أرسل الله ابنه مولودا يسوع واضح كيف جاء المسيح مولودا من امرأة مولودا تحت النموس ليفتد الذين أنت وأنا تحت النموس ليه لننال التبني وبما أنكم أبناء نستطيع أن نصرخ ونصلي يا أبا الآب إذن لست بعد عبدا بل ابنا وإن كنت ابنا فوارث لله بالمسيح وإنت الإنسان بيتورث لما بموت شخص المسيح مات على الصليب وقام من الأموات وورثنا وبركنا بكل بركة روحية في السمويات أصبحنا في المسيح يسوع هو يصر فينا وقبلنا ودائما أحبائي ملتزم بتغييرنا مش بس هيك حافظنا ملكنا معيننا مسدد احتياجاتنا مريحنا يحبنا بلا حدود جدير بثقتنا غفور رحيم شفوق حنان كما يترقف الآب على البنين يترقف الرب على خائفيه مزمور مية أو ثلاثة أحبائي فإذن الموضوع واضح جدا وعندما أعطى المسيح المأمورية العظمى قال اذهبوا وتلمذوا جميع الأمم وعمدوهم بسيغة الجميع عمدوهم لكن لحظة الكلمة باسم وليس باسماء باسم الآب والابن والروح القدس وعلموهم أن يحفظوا جميع ما أوصيتكم به وهأنا معكم كل الأيام إلى انقضاء الدهر يسوع معانا أحبائي كلمة الآب مذكورة في الإنجيل المقدس مية واربع وخمسين مرة هي إعلان عن الله ذاته يعني مثل ما قال فليبوس يا سيد أرنا الآب وكفانا لأن الله لم يره أحد قط الإبن الوحيد الذي هو في حضن الآب هو خبر قال الله في القديم لموسى لا يقدر أحد أن يراني ويعيش باستحيل ولكن نحن نرى من خلال يسوع المسيح قال أرنا الآب وكفانا قال صدقوني إني في الآب والآب في ومرة تاني بقول لهم لو كان الله أباكم لكنتم تحبونني فإذا الأبو وأحبائي هي صفة لله أو روح أبيكم وهذه العبارة مذكورة عدة مرات في إنجيل يحن يحن والتأديب أحيانا بيصل لدرجة الموت إنه الإنسان بموت تحت تأديب الرب لكن الذي يحبه الرب يؤدبه في إنجيل لوق آسف إنجيل مت خمس وست وسبعة في عزة المسيح على الجبل شوف كم مرة المسيح دايما بوجه الأنظار إلى الآب السماوي أبوك الذي يرى في الخفاء يجازيكم على نيتهم أبوكم السماوي يقوتها لأنه أحباء الآب كامل كامل في عدله ورحمته وحنانه طويل الروح يريد الأفضل لنا محبة كاملة إله المحبة والسلام أليس هو أباك الذي خلقك في سفر التثنية هو سامع الصلاة وهو متاح الشيء اللي بيفرق في المسيحية إنه الآب متاح في كل الأوقات إله واحد في ثلوث قدوس الآب المحب اللي اختارنا وحبنا وميزنا وفرحة قلبه إحنا الإبن الطائع لإرادة الآب والروح المحب المحي أحبائي كم من الآيات بس التوضيح الأكتر هو في العهد الجديد في الإنجيل يركز المسيح على الآب كآبانة ولكن بميز أنه أبوه اذهب وقولي لإخوتي أني لم أصعد إلى أبي وأبيكم في يحن عشرين نصلي إلى الآب باسم الرب يسوع من خلال الإبن من خلال الإبن عندها نقول آبا يا بابا حميمي علاقة أنك بتصلي لأنه بيهتم بسدد كل احتياجاتنا بحسب متى ستة بيسمع وبيستجيب صلواتنا متى إصحح سبعة ومتل ما ذكرت يؤدب بيقبل بيغفر دايما موجود 24 ساعة 365 366 يوم في السنة كل وقت ليل انهار كآب بيهتم فينا شخصيا عاطفيا بيتعاطف معنا بيضح من أجلنا لأنه خالقنا وفادينا أيضا وبمحبة اتبنانا إلى الأبد واحدة من الآيات اللي بحبها انظروا أية محبة أعطانا الآب حتى ندعى أولاد الله من أجل هذا لا يعرفنا العالم لأنه لا يعرفه تعرفوا انه روح ضد المسيح اللي بينكر الآب واللي بينكر الابن لأنه جوهر المسيحية أو جوهر العقيدة المسيحية انه احنا نكون أبناء الله بالتبني ففكرة التبني هي واحدة من أعظم العقائد المسيحية انه أنا بالظلمة في الموت في العالم عبد صرت ابن للرب مقبول عنده محبوب عنده في كل الأوقات مشان هيك بمحبته اتبنانا إلى الأبد أبوة الآب عادة تعكس أبوتنا أصعب شيء لما بتتقابل مع ناس اللي لما بتتكلم عن الآب السماو المحب ما بيتقبله لأنه بشوف صورة أبوه أو أبوها اللي كان قاسي جدا على الأولاد يعني فكرة الآب فكرة جميلة خلي مثلا مين اللي بيتجرأ أنه يصح أبوه ساعة ثلاثة الصبح يمكن ينزعج من الزوجة ولكن إذا الطفل البيبي ساعة ثلاثة الصبح بصح الوالد أبوه بيستيقظ بابتسام وبفرح أيضا لأنه آب فالآب هو كلي القدرة كلي العلم كلي الحضور قوة لا نهائية هو كلي الخير والعطاء يعطي يمنح يغضق على أولاده على بناته بنقدر نحكي عن يعني صفات الله القدوس الصالح العادل غير محدود طويل الروح أمين محب نزي غير متغير حنان الحكيم صبور بار يعني كل صفات اللي بيمد يده من السموات إلى الأرض لخلاصك ودعوتك واختيارك ولا محبته من أجلك فالآب ثلاث أمور بيعملها هو الحامي بيحميك هو المعتني بيسدد احتياجاتك وهو أيضا المؤدب حتى تضلك في الحضيرة في الآب الآب يحبني فإذن اتبناني الآب يغفر كبعد المشرق من المغرب أبعد عنا مع صينا الآب يملأني بشكل مستمر بالفرح والسلام وبحسب أفسوس إلى كل مل الله مكتوب عنه أبو اليتامة وقاضي الأرامل فالله يريدنا الآب يريدنا أن نمتلئ من معرفة مشيئته يريد أن يملأنا بالروح القدس يريد أن يتواصل ويتعامل معنا من خلال يسوع المسيح اللي هو خبز الحياة فهو قوام الحياة يمدنا بالسستنانس بالإمدادات الإلهية ويسوع هو ماء الحياة لكي يروي عطشنا طرق كاملة الشيء اللي مميز إله المسحين قريب شخصي علاقة حميمية بيسمع بيستجيب بيتواصل تتقرب له فإذن الآب هو قريب مني هو أب يسدد احتياجاتي هو أب بيحفظ وعوده هو أب يتمم مقاصده ومشيئته في حياتنا هو أب أمين يعرف الأفضل ليه حتى لو أنا ما عرفتش هو بيعرف الأفضل ليه فإذن نستطيع أن نقترب من الآب خليني أحكي خمس أمور في الختام مهمة جدا حتى تفهم قلب الآب اللي كل دقة من دقات قلب الله هي اهتمام ومحبة من أجلك ومن أجلي أيضا فإذن الآب نقدر أن ندعوه تستطيع أن تقول تقول له أبان الذي في السماوات تدعوه ثم شيء ثاني تقدر أن تقترب منه شيء ثالث تقدر أن تتكلم معه تتواصل وتتفاعل معه شيء رابع تقدر أن تعرفه المسيح قال وأن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك ثم أحبائي شيء أخير خامس نقدر أن نكون في علاقة حميمة معه كل الوقت هذا الآب بكل بساطة اللي بنتكلم عنه في المسيحية فنحن لا ننادي بإله مجهول ولا ننادي بإله مثل آلهة اليونانيين أو الأصنام ولا ننادي بإله بعيد كل البعد فقط عاوز أن يدين شعبه ويلقي بهم في جهنم نحن نتكلم عن آب حنون محب لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية لأن الله لم يرسل ابنه إلى العالم ليدين العالم بل ليخلص به العالم انظروا أي محب أعطانا الآب حتى ندعى أولاد الله بشان هيك واضح من أجل هذا لا يعرفنا العالم لأنه لا يعرفه اللي بيعرف الرب رح يعرف أنه آب حنون محب وهذا اللي أنا أدعوك اليوم إليه أدعوك إلى الآب السماوي من خلال عمل يسوع المسيح اللي تمم مشيئة الآب فصرنا بر الله في المسيح واتقدسنا في المسيح واخلصنا من خلال عمل المسيح وصرنا أبرار أمام الله من خلال ما فعلوا يسوع المسيح الذي فيه لنا الفداء بدمه غفران الخطايا الآب يحبك والابن يحبك والروح يشغل ويفعل هذه المحبة لأن محبة الله قد انسكبت في قلوبنا بالروح القدس المعطى لنا فإذن عندما نتكلم عن الآب أريد أن أختم وأقول هو يحبك ويريد أن تكون أو أن يكون في علاقة حميمية معك تخايل هذا الآب الذي خالق كنت تسأل ليه وليه يعني طب ما ممكن يعني يحولنا لطراب وانتهت القصة لا لا في قصة حب محبة من قبل تأسيس العالم الله أحبنا واهتم فينا وعاوز يخلصنا والظاهر أنه في أمجاد عندما ننهي هذه الحياة إلى أبد الأبدين يعني فوق كل تصور ما لم تره عين ما لم تسمع به أذن ما يعني فوق كل تصور أعد الله للذين يحبونهم هو يحبك يريد أن يتمتع بعلاقة معك ولكن في مشكلة خطيانا صارت فاصلة بيننا وبين هذا الإله فالمسيح تطوعا واختيارا تجسد حتى يكون إنسان كامل ويقدم الخلاص كفارة عن خطيات وعن خطيات ويكون الذبيحة الكاملة النهائية والإعلان النهائي لأله لكل من يؤمن به فكل ما عليك أن تقول يا رب ارحمني أنا الخاطئ أيها الرب يسوع أدعوك حتى تكون ملكي مخلصي سيدي وربي أدعوك الآن أن تكون على عرش قلبي وإذا بتصليها من قلبك تأكد وبتعنيها من كل قلبك أنه الله يأتي لحياتك ويخلصك فتصبح ابن لله خليقة جديدة أو كما يقول كتاب وأما كل الذين قبلوه أعطاهم سلطانا أن يسيروا أولاد الله أي المؤمنون باسمه خليني أسمع منك موسيقى اشتركوا في القناة موسيقى